الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة عشرة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وهذه الحلقة خصها بذكر أسباب قمع الثورات الجهادية كلها التي جرت في قرن التاسع عشر وأيضا ذكر ما صنع الفرنسيون بإيجاز من أجل تفريق المجاهدين يعني أنا أريد أن أبدأ بخبر في الحقيقة في سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين يعني قريب ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين احتفلت الجزائر حكومة وشعبا احتفلوا بماذا؟ بثورة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين بمناسبة مرور مئة سنة عليها وذلك في ثمانية إبريل سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين هذا الاحتفال يدلون على أهمية تلك الثورة وعظم تلك الثورة يحتفل بها بعد مئة سنة من وقوعها طبعا الثورة انطلقت تشمل نصف البلاد الجزائرية تقريبا من البحر شمالا إلى عين الطيبة في أعماق الصحراء جنوبا وأيضا من القل شرقا إلى بحر شمالا وهكذا الثورة حدث فيها ثلاثمائة وأربعين معركة كبيرة وصغيرة احتفل عدد الثوار جزائرين لم يأتي ألف مجاهد القوات الفرنسية وصلت في المراحل يعني كلها في سنوات كلها إلى ثمامية ألف من الجيش والبحرية والمستوطنين والعملاء هذه الثورة واحدة ثورة سنة أحدى وسبعين وثمامية وألف نتيجة رائعة جدا وقوية جدا في هذه الثورة لذلك احتفلت بها جزائر بعد خروج المستخرب الفرنسي بعد أحدى واربعين سنة من الاحتلال الفرنسي هذه الثورة وقعت وبعد خروج المستخرب الفرنسي بتسع سنوات من الجزائر أيضا في الحقيقة هناك أيها الإخوة والأخوات أسباب أدت إلى عدم اكتمال نتائج هذه الثورات ما أحب أن أقول فشل وإخفاق هذه الثورات الثورات هذه الجهادية نجحت والله الحمد نجحت كلها نجح لم تخفق واحدة منها ولو اتهت كلها إلى انتصار الفرنسيين في النهاية طيب كيف نقول نجحت نجحت لأنها أذكت روح الجهاد في الشعب وبينت للشعب الجزائري أن الجهاد هو طريق العزة وطريقه الوحيد لإخراج فرنسيين من الجزائر وأظهرت بوضوح عزم هذا الشعب القوي وصلابته وقوته ومثابرته في وجه الاستخراب العالمي هذه نتائج رائعة جدا في الحقيقة لهذه الثورات الجهادية كلها ولو لم يكن من هذه نتائج إلا هذا لكفى به كيف وهناك نتائج أخرى من هذه النتائج عدم ترك فرنسا تحتل البلاد وتهنأ بثرواتها وتقتل العباد وتذل الجزائريين بل فهم الفرنسيون أنهم أمام شعب صامد أمام شعب قوي أمام شعب مجاهد أمام شعب ورث العزة عن أسلافه أمام شعب هو جزء من العالم الإسلامي العظيم وهذه الثورات تنبه أيضا الساسة في الخارج يعني عندما تهدأ الجبهة الداخلية الجزائرية ولا يقوم أحد يثور عليها على فرنسا بدعو أن احتلت البلاد ونتهى الأمر هذا يقود حتى البلاد الأخرى الأوروبية إلى مهاجمة بلاد إسلامية أخرى طبعا لذا كان هذا الهدوء حدث بعد دخول فرنسا إذن سيحدث هذا الهدوء في كل مكان ثم أيضا سيقود فرنسا إلى أطماع أخرى في الدول المجاورة في المغرب وتونس والوسط الإفريقي الأسود وهكذا إذن ثورة إخواننا الجزائريين الجهادية هذه أو ثورات الكثيرة جدا الجهادية أدت إلى حماية البلدان الأخرى وأدت إلى ردع الأوروبيين آخرين حتى لا يفكر أن يأتوا إلى بلاد الإسلام حتى لا يحصل لهم ويحصل لفرنسيين فهذا انتصار بحد ذاته فصعب أن أقول أن هذه الثورات أخفقت أو فشلت إنما لم تؤتي ثمارها كما ينبغي هذه كلمة أنسب من الفشل والإخفاق هذا هو في الحقيقة أيضا الثورات الجهادية ربت الرجال ربت الشباب الصغار ربت الصبية، ربت الغلمان إذن يشاهدون رموزهم ويشاهدون آباءهم وأجدادهم ويجاهدون إخوانهم وأعمامهم وأخوانهم يقوم الشباب ويتحركون ويبذلون ويجاهدون ويشتهدون ويربون على الشدة وعلى القوة وبعد عن الترف وبعد عن الرخاوة واللين ويربون على المعاني الرائعة والعزائم والصلابة والقوة هذا يكفيكم في نتائج هذه الثورات الجهادية لم يكن إلا هذا لكان كفى عندنا أيضا لأول مرة في التاريخ الحديث فاطمة للا فاطمة سومر امرأة في أول مرة في التاريخ الحديث تقود مجاهدين تقود جيشا في سبعة آلاف رجل وعديد من النساء وكان لها أيضا معها قوات آخرون وكان مع الشريف بوبغلة محمد بن عبد الله وانقذته من الموت وهي التي قتلت قائد الفرنسيين أحد قواد الفرنسيين قتلته بيدها فاطمة للا فاطمة هذه امرأة قوية وامرأة ما شاء الله هزمت ثلاثة من الجنرالات فرنسا منهم رندون ومكماهون ثلاثة من الجنرالات الفرنسيين هزمتهم هذا أيش هذا يدل على أن هذه المرأة الحيية المرأة الجزائرية الكريمة العفيفة المحجبة البعيدة عن هذه الشؤون إذا دخلت المعركة تفجر ما تفجر وتفعل ما تفعل هذا كله له ظلال كبير عند أولئك الفرنسيين طيب لماذا ما اكتملت نتائج الثورات هذه لماذا لم تؤتي أكلها أكثر وأعظم أول سبب أهم سبب أيها الأخوة والأخوات أنه عدم التنسيق بين تلك الثورات أو ضعف التنسيق إلى درجة مؤلمة في الحقيقة مثال واضح جدا أحمد باي هذا هو حاكم قسنطينا وأعلم نفسه الحاكم الشرعي وباشا جزائر بعد دخول قواته فرنسية إلى جزائر سنة 130 وهروب الداي حسين أو يعني إنهاء الداي حسين حاكم الجزائر وخروجه من جزائر فهنا وجد أحمد باي نفسه مفردا في الثورة فعل نفسه باشا على جزائر وسكى النقود باسمه يعني وضع اسمه على النقود ودعي له في المنابر 1832 قامت حركة الأمير عبد القادر جزائري طيب متى انتهت حركة أمير عبد القادر جزائري انتهت في 1847 متى انتهت جهاد أحمد باي 1848 تصوروا بالله عليكم أن بين الثورتين الجهاديتين اشتراكا عمره 15 عاما هذه الخمسة عشر عاما للأسف الشديد لم يحصل التنسيق بين المجاهدين أحمد باي وعبد القادر جزائري بل تقول المصادر التاريخية أنه كان بينهما شيء من التنافر وشيء من التنازع هذه مصيبة وأية مصيبة هي لأن لو نسق بينهما التنسيق المناسب توزعت جبهة المحاربة على الجيش الفرنسي ولتوزعت قواه على الجبهتين لكن إذا أحمد قسنطينا ياذا بلا عبد القادر وإذا أحمد عبد القادر ياذا بلا قسنطينا بين المعاهدة تافنة سنة 1837 تعقدها الفرنسيون مع عبد القادر الجزائري كان من أهم أسبابها أن يتفرغوا لأحمد باي في قسنطينا وفعلا تلك السنة دخلوا قسنطينا واستولوا عليها يعني نحن أرجو أن نتعلم من هذه الأخطاء أرجو أن نتعلم من هذه الأخطاء وهذا من أكبر الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح تلك الثورات أنها ضعف التنسيق فيما بينها أيضا مقاومة أولاد سيد الشيخ مع مقاومة التوارق بالهوغار والشيخ حمود بن مختار كان بينهما سنة كان بينهما سبع سنوات مشتركة تصوروا سبع سنوات مشتركة بين ثورة التوارق بالهوغار ومقاومة أولاد سيد الشيخ وهي مقاومة رائعة ما حصل التنسيق لأسف المطلوب وقلت لكم في الحلقة الماضية أن الطوارق طلبوا من أبو عمام أن يأتي إليهم وينسقها معا وأن يكونوا جبهة واحدة لأسف ما صار أيضا بين مقاومة أولاد سيد الشيخ أنفسهم هؤلاء وبين مقاومة الحاج محمد المقراني في شرق الجزائر ولا في غرب الجزائر وفي شرق الجزائر كان بينهما سنة مشتركة كان يمكن أن نتوزع الجبهات لو كان هناك تنسيق في معاد يعني معاد بدء الثورة معاد تأجيج الثورة معاد المعارك الضخمة في الثورة ومعاد إنهاء الثورة لو كان هناك شيء من التنسيق لكان ذلك أجدى وأكثر فائدة لا شك في ذلك ولا ريب عندي لكن قدر الله ما شاء فعل يعني هذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا عندنا في الحقيقة عدد كبير من الثورات التي قامت يعني قامت في قرن 19 تقريبا عشرون ثورة جهادية كبيرة نتكلم عن ثورات جهادية كبيرة اتركوا ما كان يجري من الجهاد في مناطق معينة في وقت قليل وسرعان ما يخمد الثورات الصغيرة التي يقوم بها مجموعة صغيرة هذه بالآلاف لا تعد ولا تحصى طبعا اتركوا عدد الرجال الذي يرفض الاستخراب الفرنسي ويرفض ما يجيء به ويكون فردا من الأفراد ويعدم ويقتل أو يسجن هؤلاء بعشرات الآلاف ولا يحصون لكن يتحدث عن ثورات كبيرة عشرون ثورة كبيرة قامت في واجه فرنسا لها دلالات كثيرة ذكرتها آنفا ولها أيضا دلالات في عدم التنسيق كما بينت هنا أمر مهم ومهم جدا أن نذكر ما يتلو هذا من أسباب في عدم اكتمال نجاح تلك الثورات في الحقيقة تشعر أن قيام هذه الثورات كان ينقصه التفكير الطويل في الدعم اللوجستي كما يقال اليوم دعم اللوجستي يعني التموين الوحدات الطعام والشراب المؤونة يعني الدعم الذي يأتي من خارج منطقة الثورة حتى تستمر الثورة وتنشط هذا للأسف كان التفكير فيه كان قليلا وربما معدوما ربما كان له أسباب ونتحدث الآن لماذا لم تنجح تلك الثورات نجاحها الكامل هذا هو السبب أو هذه الأسابة أذكرها أو ذكرت بعضها فنقص الدعم اللوجستي من الخارج هذا أيضا أمر مهم ومهم جدا أدى إلى ما أدى إليه كثير من هذه الثورات تشعر أنها قامت في وقت من أجل استفزاز فرنسي وهذا حدث دوما دوما يعني قل ثورة من هذه الثورات إلا بسبب أن الفرنسيين هؤلاء استفزوا المواطنين استفزوا الجزائريين دفعوهم دفعا إلى ما وصلوا إليه هذا واقعنا للأسف الشديد هذا الاستفزاز هذا هو الذي حصل بسببه حصل أنه قام المواطنون بردة فعل تشعر فعلا أن كثيرا من الثورات هذه كانت ردة فعل على محاولات الاستفزاز الشديدة الفرنسية وهذه المحاولات الاستفزازية الفرنسية لا أشك أبدا أنها كانت مقصودة وبقوة من أجل دفع الشعب الجزائري إلى زاوية لا يملك معها إلا أن يستشهد ويقاتل ويستشهد أو أن ينال حقه فالموت خير لهم من تلك الحياة وصلوا إلى قناة أن الموت خير لهم من تلك الحياة ما كان يملكون خيارا آخر لذلك فنشعر أن هناك ردات فعل في هذه الثورات كثيرة وكثيرة جدا ومن طبيعة ردات الفعل أن لا تقوم على تخطيط لا تقوم على استعداد كافي لا تقوم على نظر طويل في العواقب لا تقوم على تنسيق ما بين الآخرين ردت فعل هذا للأسف أيضا كان موجودا وبقوة ملاحظا في هذه الثورات كانت بعض الثورات تعتمد على ظن أن هناك عاملا خارجيا ينصرهم مثل العامل العثماني مثلا وانذكرت في الحلقة العثمانية فلا أعود لأن الوقت يطول بنا إذن إذا فعلت ومثلا غزوة فرنسا وحرب القرم مع الروس وأيضا حرب مع بروسيا ألمانيا اليوم فكان بعض الثائلين يظن منهم حجم محمد المقراني وغيره كانوا يظنون أنه إذا قاموا بالحرب في هذه الأوقات فإنهم يكسبون أن فرنسا ضعيفة في ظنهم وضعيفة جدا وكان هذا سوء تقدير سوء التقدير في بداية هذه الثورات لأن فرنسا كانت قوة كبيرة في الجزائر وكانت تحرك بعضها نعم لتلك الثورات لكن الباقي كان يكفي للردع لوجود آلة عسكرية جبارة متقدمة جدا نسبيا طبعا ما بين الفرنسيين وبين الجزائريين وهذا أيضا مشكلة ومشكلة كبيرة أيضا نوع من عدم الأخذ بالإجراءات السلامة التي نقول عنها اليوم وربما كان هذا تفكير أهل ذلك العصر يعني تشعر أن القائد مثل مقراني يذهب ويصلي في مكان مكشوف ويضرب في رصاص جبهته يعني كان هناك توفير عوامل الأمان والسلامة للقوات الذين بوجودهم تذكى الثورات وبموتهم تذهب هباء هذا أيضا تشعر أنه غير موجود أيضا الضعف أو انعدام الدعم العربي الإسلامي الدول العربية والإسلامية كانت كل في فلك كما يقال اليوم ما يمكن يعني الدول العثمانية وضعيفة وكما قلت لكم والإيالات التابعة لها في الشام وفي الحجاز وفي غيرها ما سيتحرك إلا بإذنها وفي مصر محمد علي ومحمد علي ما كان عنده قناعة بالدخول في هذه الحرب وكان مشغولا أصلا في مشاكل الداخلية وخارجية وأصلا محمد علي توفي سنة 1148 وأكثر الثورات هذه الجهادية قامت بعد تلك السنة ما خالت طبعا ثورتي عبدالقادر وأحمد باي في خسنطينا ومن جاء بعده لم يكن مثله وهكذا وهكذا أما بالنسبة للجيران فتونس كانت مشغولة بنفسه وكانت خاف أصلا من فرنسيين وفعلا فرنسيون دخلوا تونس 1181 وأخذوها المغرب أيضا كان إذا فكر أنه يساعدك فكر المغرب يساعد في عدة مرات في الحقيقة سلاطين مغرب ساعدوا فعليا ساعدوا عبدالقادر ساعدوا بوعمامة ساعدوا عدة مرات وكان النتيجة أن ضغط عليهم فرنسيون ضغطا كبيرا وقصفت مودنهم الساحلية وقتل منهم المئات وهدمت كثير من البيوت فكانت النتيجة أنه لا بد أن يتوقف هذا الدعم أما الجيران الجنوبيون فأوضاعهم صعبة فإذا نجد أن الجزائرين عزلوا عن العالم الخارجي كان هناك مساعدات ليبية جيدة عن طريق الصحراء لكن لم تكن كافية ولم تكن منسقة ولم تكن مرتبة والأوضاع هكذا انتهت إلى ما انتهت إليه أيضا هناك تفوق علمي وتقني بارز عند الفرنسيين مكنهم من صناعة أسلحة ضخمة وقوية وهذه الأسلحة سطان يقاوم بها المجاهدين هؤلاء المجاهدون في بعض الثورات كان المجاهدون لا يملكون إلا البنادق القديمة والقديمة جدا ويملكون الحراب والسيوف والسلاح الأبيض والعصي ماذا عسى أن نفعل هذا كله مقابل السلاح الفرنسي الضخم والقوي هذه أيضا قضية خطيرة يعني في الحقيقة مؤلمة ومحزنة لكن أيضا هذا الذي حدث وهذا أيضا ولد قناة عند بعض العملاء وعند بعض الخوانة أنه لا فائدة من مقاتلة الجزائرين لأن هذه المقاتلة لا فائدة من مقاتلة الفرنسيين أن هذه المقاتلة تعود على الناس بالموت وعلى البيوت بالهدم وعلى المزارع بالتحريق وعلى النخيل بالقطع وما هو لك فائدة القوة الفرنسية قوة غالبة هكذا هذا طبعا تخذيل وتثبيت لا يجوز لكنه أيضا من نتيجة تفوق السلاح الفرنسي وإخماد هذه الثورات ثورة تلو الثورة حتى اقتنع كثير من الناس أكثر من العملاء والخوانة والضعاف النفوس أنه لا يمكن لفرنسا أن تخرج أبدا من الجزائر وأنه لا بد أن وجودها قدر ماضي لا يمكن تعديله ولا تغييره أيضا فرنسا عمدت إلى تدمير القيادات الرائعة القوية للقبائل والشعوب أو للشعب الجزائري في المدن وتعويضها بقيادات عميلة تابعة لها هذه القيادات العميلة كانت تحفظ الأمن وتهدئ السكان وتثبت وتخذل ومثلا عبد القادة الجزائري كان عندما بنى المصانع الذخيرة والمدافع وهذه خطوة رائعة جدا كانت قيادات العميلة تقول ماذا نصنع بتبذير أموال المسلمين انظروا كيف يبذر أموال المسلمين انظروا كيف يصنع ولا فائدة مقاومة فرنسا وهذا يبذر وهذا يفعل تثبيت وتخذيل من قبل قيادات عميلة مصنوعة العين فرنسا ضعاف النفوس الذين لا يريدون تضحية بمكتسباتهم وثرواتهم ومناصبهم وجاههم من أجل الجهات في سبيل الله هؤلاء ضعاف النفوس كانت فرنسا تخلقهم وتعدهم وتصنعهم العينية طوال مدة وجودها في جزائر لكن حديث عن قرن 19 فقط لكن طوال مدة وجودها في جزائر كانت تصنع هذه القيادات العميلة وسيأتي الحديث عن بعضي إن شاء الله تعالى في القرن العشرين عندما نبدأ في القرن العشرين إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة وهذه طبعا شيء طبيعي جدا أيضا وجود العملاء الذين كانوا يدلون الفرنسيين على مكامن مكامن الضعف في هذه الثورات الجهادية ويدلونهم على مواقع الثوار والمجاهدين هؤلاء العملاء كانوا أثر كبير وكبير جدا في الحقيقة في تحطيم هذه الثورات وعدم جعلها تؤتي وكلها بشكل جيد ومناسب أيضا استفادة من الفتاوى بعض المشايخ للأسف الفتاوى الضعيفة مشايخ ضعاف النفوس الذين كانوا يفتون بإيقاف الثورات وأن هؤلاء مخربون وأن هؤلاء خارجون عن القانون تصوروا خارجون عن القانون هكذا وهذه ليست لغة مشايخ هذه لغة استخراب عالمي لغة مخابرات عالمية لكنها تعد للشيخ الضعيف ويوقع للشيخ الضعيف ولا يملك من أمره شيئا لأنه ضعيف ولو أن أهل العلم صانوه صانهم لكن ما صانوا ما صانوا العلم الذي تعلموه للأسف الشديد دفع الثوار المجاهدون ثمنا غالية من دمائهم لكن هذه دماء الغالية التي توزعت في القطر الجزائري أنبتت أشجار العز وأنبتت المقاومة الرائعة التي سيخرج بسببها المستخر فرنسي من الجزائر ذليلا مطرودا بعد ذلك بسنوات هي ليست طويلة في عمر الزمان هي سنوات قصيرة لكن أثبت المجاهدون الجزائريون في تلك السنوات أنهم عملوا كل ما يستطيعون وكل ما يملكون بحكم الظروف المحيطة آنذاك والعوامل التي اجتمعت عليهم هذا كل ما استطعوا أن يفعلوه رضي الله تعالى عنهم وقد بذلوا وأعطوا وضحوا وفعلوا وهذا الذي نطالبهم به كنا نطالبهم بهذا فقط ما نطالبهم بعمل المعجزات والمستحيلات هذا الذي كان بيدهم ثم قدموا كل ما بيدهم وكل ما وسعهم أن يقدموه هذا ملخص لكل الثورات الجهادية التي قامت في القرن التاسع عشر لخصتها لكم في سبع حلقات وبسرعة وإيجاز حتى لا أمل وأطيل وفي الوقت نفسي حتى أتفرغ لذكر أمور أيضا كثيرة تجري بعد ذلك في حلقات سأذكرها ابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هذا والله تعالى أعلم وأحكم وأجل وأعظم وإي اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر